السلام عليكم ورحمة الله وبركاته أهلاً ومرحباً بكم في مدارسنا مدارس الهدي المحمدي في برنامج التعلم عن بعض درسنا اليوم هو التراث الشعبي الأردن أحضر كتابك وافتح صفحة 62 إذن درسنا بعنوان تراث الشعبي الأردني في الوحدة السابعة من ثراثنا الشعبي الأردني أهداف الدرس يفسر المفاهيم والمصطلحات الواردة في الدرس ثراث الشعبي الأععاب الشعبية الفلكلور الحرف التقليدية العادات والتقاليد الأزياء الشعبية يذكر مكونات الثراث الشعبي الأردني يبين بعض العادات والتقاليد التي يحرص عليها الأردنيون في شهر رمضان يذكر بعض الأكلات الشعبية في الأردن ومكوناتها يصنف الأزياء الشعبية ومما يتكونه كل زين إذن من ثراثنا الشعبي الثراث الشعبي هو إذن الثراث الشعبي هو كل ما خلفه لنا الأجداد والأباء من آداب وقيم وعادات متقاليد ومعارف شعبية وفنو الملابس الأدوات تمتاز الأردن بتنوع في عناصر الثراث الشعبي على ذلك لأن كل عنصر يمثل الحياة الاجتماعية أما عن مجالات ومكونات الثراث الشعبي العادات والتقاليد الملابس التقليدية اللي هي الأزياء الشعبية الألعاب الشعبية والشعر والقصة وأيضا الفلكلور الحرف التقليدية والمأكلات الشعبية من العادات الأردنية فتح الدواوين طبعا الديوان له المكان الذي يضاف أو يضيف به له المضافات الكرم والضيافه من وضهره فتح الدواوين والديوان والمضافات أيضا بيوت الشعر تقديم القهوة تقديم القهوة العربية السادة مساعدة المحتاجين واحترام الجار زيارة المريض من العادات السلبية إطلاق العيارات النارية في الأفراح دلالة تقديم القهوة العربية تدل على الترحيب بالضيوف كيف نقدم القهوة العربية للضيف أولا مسك الدلة أو القهوة دلت القهوة باليدي اليسرى والفناجين باليمنى ثم تصب القهوة للكبير ثم الذي يليه تصب القهوة ثلاث مرات ببكيميات قليلة ويجب على الضيف هو هز الفنجان إشارة إلى اكتفائه الفلوكلور الفلوكلور هو الأغاني ورقصات التي تتميز بها العراس وتعبر عن الفرح والسرور والتعاون وتجتمع فيها عادات الريف مع العادات البادية وأشهر الفلوكلور الشعبي بعض المأكولات الشعبية اللي هي الدبكة الأردنية بعض المأكولات الشعبية المنسف المقلوبة المجدرة والرشوف وحساء العدس أما عن أشهر المأكولات الشعبية فهو طبعا كلنا نعلم أن أشهر هذه المأكولات المنسف ويقدم في مختلف المجلات ويتميز باستخدام لبن الجميد وأبرز مكونات لحم الضأن واللبن والأرز تتميز الأزياء الأردنية بتنوع كبير لتنوع جغرافيا وطبيعة كل منطقة من مناطق الأردن أما عن مميزات الأزياء الشعبية الأردنية تنوعها فهي تختلف حسب كل منطقة للصناعات اليدوية والزخار أين تعرض الأزياء الشعبية الأردنية والأواني التقليدية؟ تعرض في المتاحف متحف الحياة الشعبية وأين يقع المتحف الحياة الشعبية؟ قرب المدرج الروماني في عمان دمتم بخير؟ كانت معكم معلمتكم مزونة أبحية أرجو حل الأسئلة صفحة 6 وستة السلام عليكم ورحمة الله وبركاته دمتم بحفظ الله ورعايته